بوجود ستة أعضاء كناسة مستوطنين أربعة من بينهم في مناصب وزارية ضمن الائتلاف الحكومي الجديد يوضع الاستيطان في مركز نشاط هذه الحكومة لدرجة أن وزير البناء والإسكان الجديد من يهدوت هاتورا كشف عن استراتيجيته الجديدة بقوله أن حل أزمة السكن في إسرائيل موجود في الضفة الغربية هذا هو الاتجاه الذي يخططه له يخططه الاستيطان في كل شبر من فلسطين على حساب الفلسطينيين وعلى حساب إبعادهم وهذا مخططاتهم موضوع الترانسفير مطروح موضوع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ولا مرة كان هذا شيء جديد كل الوقت كان موجود وبخصوص مستوطنة حومش ردت الحكومة على المحكمة العليا أن وفق الاتفاقيات الاتلافية مع بتسل إلس موتريج فإنه سيتم تنظيم وضع المدرسة الدينية في المستوطنة واحتمالية العمل على تعديل قانون فك الارتباط الذي يحضر الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق أيضا قرار حذرت منه قيادات إسرائيلية وقالت أنه قد يتسبب في إراقة الدماء خضوع نتنياهو وحكومته لرغبات المستوطنين بهذه الطريقة التي قد تعرض إسرائيل لمساءلات دولية خصوصا في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يدل على أن إسرائيل تقاد بمنهجية المستوطنين المتطرفة